الحمد لله المتفرد بوحدنية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم بآجلها العالم بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلائه والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت فيهم بقدرته مشيئته ونفذت فيهم بحكمته إرادته وألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشعب الأخلاق فهم على طبقات أخدارهم يمشون وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون وكل حزب بما لديهم فرحون وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلاء ومنشئ الأرضين والثرى لا راد لخضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان في بداية هذه الحلقة الجديدة من إيمانيات سراط المستقيم هل من يمشي مكبا على وجهه أي لا يعرف هدفا ولا يعرف وظيفة فكلما صار خطوة انكفى على وجهه كأنه يسير على وجهه هل هذا أهدى أم من يمشي سويا على سراط المستقيم أي يعرف الوظيفة ويعرف الهدف فكثير من الناس لا يعرف ما هي الوظيفة التي يخلق من أجلها وما هو الهدف الذي ينبغي عليه أن يسعى يعني إليه فأكثر الناس يظن أنه يربي الأولاد أو يرتفع بمستواه المادي أو غير ذلك من الوظيفة التي يتصورها وهدفه أنه يترك لهم مالا جزيلا يستمتعون به ويعيشون به وظن أن هذا هو المطلوب منه فهل هذه هي الوظيفة التي بيّنها الله عز وجل في كتابه وبيّنها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته وهل هذا هو الهدف الذي ينبغي على المسلم أن يهدف إليه لأهمية هذين السؤالين كان الجواب يعني عليهما في أول أمر في كتاب الله عز وجل في نهاية الربع الأول من صوت البخرة يقول عز وجل يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فبيّن عز وجل أن الوظيفة هي العبودية لله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلقنا الله عز وجل إلا من أجل أن نعبده قال ابن عباس إلا ليعرفون أي نعرفه بأسماء وصفاته وربوبيته وإلهيته ولازم يعني هذه المعرفة أن نفرد الله عز وجل بالعبادات وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون فالناس يعبدون الأشجار والأحجار والشمس والقمر والبقر والشجر والرسل والدعاء بدعوة الرسل يحررون الناس من هذه العبادة الباطلة ويشرفوهم بأن يجعلوهم عبيدا لله عز وجل فكما قال القضاء يضع إما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم وكذاك ربعي بن عامر لما أرسله السعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى رستم قال له رستم قائد الفرس ما الذي جاء بكم قال ربعي بن عامر أحد تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والأخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ما قال إن الله بعثنا بالجهاد أو بعثنا مثلا بالصلاة أو للصيام بل قال لنخرج يعني من عبادة العباد إلى عبادة الله عز وجل فهذه الوظيفة الرسل والدعاء بدعاة الرسل وهي تحرير الناس من العبودية لغير الله عز وجل وتشريفهم بأن يصيروا عبيدا لله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهذه الوظيفة التي خلقنا يعني من أجلها فهل معنى ذلك أن الحياة يعني جميعا ينبغي أن تكون في العبادة نفهم العبادة عند كثير من الناس ضيق يظنون أن العبادة هي مجرد الصلاة والصيام والحج والعمرة وغير ذلك من العبادات الظاهرة أو الباطنة ولكن الإنسان ينبغي أن تكون حياة كلها عبادة لله عز وجل لأنه عبد لله عز وجل والعبد لا يجوز له أن يعمل ويؤدي إلى غير سيدة فأنت وقتك وجهدك وأولادك وزوجتك ملك لله عز وجل فإنسان لا يختلس من وقتي شيء ولا من مالي شيء قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فكذا ينبغي أن يكون المسلم فكيف يكون كذلك نقول باستحضار النية الصلاحة دائما في كل عمل فالنية الصلاحة تقوى على رفع المباح إلى درجة الطاع فالسعي على المعاش مذاكرة الطلاب الأكل الشرب النوم كل ذلك من المباحة ولكن لو وفر الإنسان نية صلاحة أنه يعمل مثلا من أجل أن يكفي نفسه وزوجته وأولاده ذل السؤال أو من أجل أن يقوم بالواجب عليهم النفق يعني عليهم فهو بذلك عبد لله عز وجل الطالب يذاكر من أجل إرضاء ولديه ومن أجل أن يكون مثال طيب للملتزم شرع الله عز وجل تكون مذكرة عند ذلك عبادة الأكل يتقوى به على طاعة الله عز وجل النوم ينام من أجل أن يقوم من آخر الليل ومن أجل أن يتقوى على الطاعة والعبادة كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي أي كما يقوم الليل ويحتسب أن ينتظر الأجر عند الله عز وجل فهو أيضا ينام ويحتسب كم من قائم محروم وكم من نائم مرحوم هذا قام وقلبه كان فاجرة وهذا نام وقلبه كان عمرة كما قال بعضهم يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون به قيام الحمق وصومهم يعني الإنسان الذي تحضر النية الصالحة ممكن أن يؤجر على نومه وعلى إفطاره أكثر مما يؤجر الذي يقوم الليل والذي يصوم النهار لأن النوم النية صالحة يصير عبادة وكذلك الفطر مثلا بنية التقوي على الدعوة أو الجهاد أو غير ذلك من الأعمال الصالحة فهذا ينرى ذلك أجرا ولكن من قام الليل وهو يعجب بعبادته أو يدل بعمله على الله رجل أو على عباد الله أو يصوم من أجل أن يقول نس إنه صائم فيظلون أنه من أهل العبادة أو من أهل الطاع فنقول كم من قائم محروم وكم من نائم مرحوم هذا قام وقلبه كان عمرة وهذا قام وقلبه كان فاجرة وهذا نام وقلبه كان عمرة يحبذ نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم فنقول هكذا يكون الإنسان يعبد لله عز وجل في كل أوقاته وفي كل أحواله وفي كل أعماله كل لحظة يتاجر فيها مع الله عز وجل ويعمل فيها مع الله ينعز وجل فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قد يظن ظن أن الإنسان إذا كان كذلك فإنه يعيش يعني مضيق عليه لأن الذين يظنون يعني أن السعادة في الانسلاخ من شرع الله عز وجل والتمرد على شرع الله عز وجل هذا الظن ظن فاسد وهو في نفسه له أدلة من نفسه فنقول له كيف تجد السعادة هل تجد السعادة في رؤية الصور العارية أو تجد السعادة في الوقوع في أعراض الناس أم تجد السعادة في القيام في العمرة في الصيام في دروس العلم ففي الشك أن كل عبد مننا يعني وقع في الطاعة ووقع في المعصية أين وجدت قلبك؟ هل وجدته في الطاعة أو في المعصية؟ يقول يعني بعض الصلاحين لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعمة لجال دون عليها بالسيوف وكان الشيخ الإسلام يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة ففي الشكل جنة الطاعة وجنة العبادة والطمانينة والسكينة وحلاوة الطاعة والعبادات ويقول ملك ابن الدينار ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل وقال بعضهم أنا منذ أربعين سنة ما أزعجني إلا طلوع الفجر وقال بعضهم أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل الله في لهوهم ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا فمهما كملت عبودية الإنسان لله عز وجل فتكمل سعادته ومهما نقصت نقصت سعادته ولكن القلوب التي خلقها الله عز وجل لا تسعد إلا بالله فوظيفة القلب معرفة الله عز وجل ومحبته وعبادته ولذلك كان علاج القلب إذا وقع في شيء من الهم أو الغم أو الحزن أنه يجدد التوحيد وأنه يقف على بساطة الذل لله عز وجل ويعترف بأنه عبد وأبن عبد وأبن أما ليس عبد أبن سيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن إلا هم ما يصيب القلب عند انتظار مكروه في المستقبل والغم ما يصيب القلب عند المصيبة الحاضرة والحزن الأثر الباقي في القلب نتيجة لمصيبة فائثة فإذا أصيب القلب شيء يعني من الهم أو الغم أو الحزن فعلاجه في تجديد العبودية لله عز وجل والتسليم للقضاء والقدر والتسليم للأمر والنهي ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ناصية مقدم الشعر ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن عظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانا وفرحا فنقول يعني وظيفتنا هي العبودية لله عز وجل أن نعبد الله عز وجل وأن نكون عبيدا لله عز وجل فما هي الغاية إذن الغاية هي الوصول إلى تقوى الله عز وجل كما أشرت أنفا أن أول أمر في القرآن يدل على الوظيفة ويدل على الغاية يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي من قبلكم لعلكم تتقون وإنما قلت أن التقوى هي الغاية لأمرين الأمر الأول أن كثير من العبادات والطاعات يعني بينت غايته وهي الوصول إلى تقوى الله يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الوظيفة العبودية فهنا الصيام عبادة يوصل إلى التقوى وهي الغاية لعلكم تتقون وكذلك يقول عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الناس يذبحون وينحرون الهدي والأضاحي والله عز وجل يطعم ولا يطعم لا يستفيد شيئا من هذه الدماء ولا من هذه اللحوم وهم يأكلون ويهدون وتصدقون ولكنهم يصلون بهذا النسك وبهذه العبادة إلى تقوى الله عز وجل وكذلك قوله يعني عز وجل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون يعني التقوى هي الغاية يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالوظيفة توصل إلى الغاية العبودية لله عز وجل والإكثار من الطاع والعبادة وكثة النوافل يوصل إلى الغاية وهي الوصول إلى تقوى الله عز وجل السبب الثاني الذي دعاني إلى القول بأن الغاية هي الوصول إلى تقوى الله عز وجل أن الجوائس في الآخرة المتقين والآخرة عند ربك للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا في قراءة نورث من عبادنا من كان تقيا فعلى التقوى هم الورث الشرعيون لجنة الله عز وجل وكذلك يقول عز وجل إن للمتقين مفازا فأجمل ثم فصل فقال حدائق وعنابا وكواعب أطرابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا وقال عز وجل هذا وإن للمتقين لحسن مآب حسن مآب يعني مآب حسن أو مرجح حسن أجمل ثم قال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب يدعون فيها بفاكيهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أطراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ وأخبر عن قربهم من الحضرة واللقاء والرؤية والبهاء فقال عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر فنقول للجوائز للمتقين يبقى الغاية أن نصل إلى تقوى الله عز وجل القرآن دائما يبين يعني عقبة التقوى وجزاء المتقين ويبين عقبة المجرمين والمعرضين والكافرين ويسكت عن المخلطين من أمثلنا الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئة وعاصى الله أن يتوب عليهم فينبغي الأمثلنا من المخلطين أن يشتهد في الطعوة والعبادة حتى يصل إلى درجة التقوى فوسيقى الذين يتقوا إلى الجنة زمرة جماعات جماعات فإنسان إذا وصل إلى التقوى فعند ذلك يطمئن أنه يدخل وينال جزاء المتقين فلذلك أقول أن الغاية هي الوصول إلى تقوى الله عز وجل فالإنسان يشتهد في الدنيا في الطعاة والعبادات ويحاول أن تكون حياته كلها لله عز وجل حتى يصل إلى التقوى بذلك يعني ينال ثواب المتقين في الأخيرة فالوظيفة التي خلقنا من أجله هي العبودية لله عز وجل والغاية هي التقوى أيضا مما يدل على أن التقوى هي الغاية يعني أن الله عز وجل وصى بتقوى الله عز وجل وقد وصينا الذين أوتوا الكتابة من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله الناس سلام أوصى بالتقوى لما وعظ الأمة موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله فأوصى بتقوى الله عز وجل وقال التقوى المحارم تكون أعبد الناس فالتقوى هي وصية نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم تقلها حيثما كنت أدبع سيئة الحسنة تنحوها وخلق الناس بخلق حسن تقوى أيضا يعني وصية كل رسل فكل رسل قال لقومه عبد الله ما لكم من إله غيره وأوصى بتقوى الله يعني عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم يعني أخوهم هود ألا تتقون كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون كذب أصحاب الأيكة المتقين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون فنقول أن التقوة هي وصية كل رسل ووصية السلف الصالح من هذه الأمة أيضا كما قال بعضهم عليك بالتقوة فإنها من أحسن ما أصررت وأزيا ما أظهرت وإن العاملين بها القائلين بها كثير والعاملين بها قليل كل ناصح وكل إنسان يعني ينصح ويعظ بتقوى الله عز وجل ولكن الذين يعملون بالتقوى قليل والعاملين بها قليل التقوى كذلك هي أجمل لباس يلبسه العباد والله رجل لما تمنن على بني آدم بما جعله لهم من الثياب ومن اللباس الذي يواري السوءات العورات والرياش الذي يتجملون به دلهم على أحسن لباس ولباس التقوى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس سنواري سوءاتكم مريشة ولباس التقوى ذلك خير فلباس التقوى لأنه يسطر العورات في الدنيا وفي الآخرة أما لباس الدنيا فيسطر العورات في الدنيا وحدان فنقول لباس التقوى يعني هو أجمل لباس لأنه يسطر الإنسان في الدنيا والآخرة إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقوى تقلب عريانا وإن كان كاسيا وخير ثياب المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا فأجمل لباس هو لباس التقوى كذلك أن أمر الله عز وجل بالتزود لصفر الدنيا ثم دل على أحسن زاد وهو التزود لصفر الدنيا والآخرة هو زاد التقوى فقال عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب وقيل في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن أهل يمن كانوا يخرجون الحج ولا يتزودون للصفر يقولون نحن أضياف الله أفلا يطعمنا ويسألون الناس فأمره الله عز وجل بالتزود لصفر الدنيا ثم دل لهم على أحسن زاد وهو زاد التقوى لأنه زاد سفر الدنيا وسفر الآخرة أكرم الناس يعني أتقاهم لله عز وجل كما قال عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم والناس لما سئل عن أكرم الناس قال أتقاهم لله عز وجل كما قال بعضهم لقد رفع الإسلام مسلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهوي فأبو لهب يعني كان قراشيا وكان عم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمان كان فارسيا لم يكن يعني يعني عربيا فضلا أن يكون قراشيا وكان سلمان يقول أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميني يعني وليس منسوبا لخبيلة يعني عربية مشهورة ولكنه ينتسب إلى الإسلام فهذا هو الفخر الحقيقي لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهبي وأبو لهب عم من نفس السلام نزل فيه قوله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ما له وما كسب فنقول أن الأكرم الناس هم أتقاهم لا عز وجل ليس أغناهم وليس أجملهم وليس أعلىهم منصبا ولكن يعني بتخوى الله يعني عز وجل فهذا المخياس الذي يقاص به الناس هو تخوى الله عز وجل فنقول أكرم الناس أتقاهم لله عز وجل كذلك يعني من ما يدل على شرف التقوى أن الله عز وجل أمر بالتعاون عليها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم والعدوان فأمر بالتعاون على تقوى الله عز وجل ونهى عن تعاون على خلاف التقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فنقول هذا من شرف التقوى التقوى كما يقول إمام الغزلي مثل كنز عزيز لئن ظفرت به كم تجد فيه من خير عميم ورزق كريم وجوهر ثمين فكأن خيرات الدنيا والآخرة جمعت في خصلة واحدة وكانت هذه الخصلة هي تقوى الله عز وجل فالتقوى هذه هي الدرة المنشودة التي ينبغي على العبد أن يسعى للحصول إليها أهل التقوى لهم من الشرف في الدنيا يعني ما ليس لغيرهم كما قال يعني بعض الناس قتليني حب الشرف أي رفع في الدنيا فقال له أحد العلماء هو صوار قال لو اتقيت الله شرفت ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا والذل والسقم وليس على عبد تقي نخصة إذا حقق التقوى وإنحاك أو حجم اشتغل بالحياة إلى الخياطة أو الحجامة فنقول يعني الإنسان يعني يشرف في الدنيا والأخرة بتقوى الله يعني عز وجل فما هي التقوى إذن يعني ما هي التقوى التي نتكلم عنها ونقول هي الغاية التقوى لها تعريفات كثيرة وأحسن من عرفها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فتعلم بأن الله عز وجل يراك فهذه التقوى الإنسان يعبد الله عز وجل على المشاهدة كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون خطب يعني رجل يعني من ابن عمر ابنتهما في الطواف هو عرب ابن زباي تقريبا فلم يرد عليه فأعتذر الله بعد ذلك قال كنا في الطواف نتخيل الله بين أعيننا فالمؤمن يعبد الله عز وجل كأنه يرى الله عز وجل وذلك كان جزاء يعني أهل التقوى وأهل الإحسان أنهم أوفر الناس نصيبا من النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم الذي هو يعني أعظم نعيم في الجنة التقوى لها تعريفات أخرى يعني تناسب هذا التعريف أيضا إمام أحمد يقول أن تترك ما تهوى لما تخشى وقال بعضهم التقوى هي علم القلب قرب الرب أنك تستشعر هذا القرب من الله عز وجل فالله عز وجل قريب ليس معنى قريب أن الله عز وجل في كل مكان لا الله عز وجل فوق سماواته مستوى من على عرشه كما قال رحمان العرش استوى والأدلة كثيرة جدا من الكتاب السنة كما قال إمام الشفعي أكثر من ألف دليل في القرآن على فوقية الله عز وجل وعلوه واستوى على عرشه ولكن الله عز وجل مع أنه فوق سماواته هو قريب لأنه ليس كمثل شيء فهو فوق السماوه قريب لأنه ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته فقربه ليس قرب الشيء المخلوق من الشيء المخلوق ولذلك يعني أيضا الحديث النزول أنه ينزل يعني إلى سماء الدنيا في سلس الليلة الآخر أو نصف الليلة الآخر فأهل بدأ يقولون ينزل ويخلوا منه العرش نقول ليس كمثل شيء هم يخصون الله عز وجل على المخلوقات فالمخلوق لو نزل عن العرش يخلو العرش لو ملك من ملوك الدنيا نزل عن عرشي يخلو العرش ولكن الله عز وجل ليس كمثل شيء فهو ينزل ولا يخلو منه العرش وهو عز وجل فوق سماواته وهو يعني قريب ولكن من يستشعر هذا القرب الذي يستشعر هذا القرب هم أهل التقوى يستشعرون قرب الله عز وجل والذي يتجرأ على معصية الله مثلا في الخلوة ينظر إلى صور محرمة مثلا عارية أو تقابلهم رأى متبرجة فيطلق بصره فيها نقول هذا لا يتقل الله عز وجل لو أنه استشعر قرب الله ونظر الله عز وجل إليه أو أنه ينظر إلى الله عز وجل ما تجرأ على هذه المعصية فالذي في الخلوة يمكن أن يلجم نفسه بالإجام التقوى ويكف جوارحه على المعصية أنه يستشر أن الله عز وجل يرى وأن الله عز وجل ينظر إليه كما قيل لبعض الفضلاء بما يستعان به على غض البصر قال أن تعلم أن نظر الله عز وجل إليك أسبق إليك إلى ما تنظره إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبه ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخف عليه يغيبه يروى أن امرأة خرجت في ليلة مظلمة وكأن علم شيء مرتفع فروضها رجل عن نفسها وقال لها ما يرانا إلا الكواكب فقالت فأين مكوكبها فأين مكوكبها فالشعار قرب الله عز وجل يعني هو تقوى الله عز وجل ليس من كان على بساطة الملك ينظر إلى الملك والملك ينظر إليه كمن كان خارج القصر أو خارج مدينة الملك أو لا يستشعر وجود الملك بالكلية فهكذا التقوى بتجعل الإنسان يعني يأتي بالعبادات على أكمل وجهها يحسن العبادة والطاعة وكذلك يكف نفسه عن المعاصي فالتقوى هي علم القلب قرب الرب استشعار قرب الله عز وجل منك والطلاع الله عز وجل عليك فهذا باقتصار الكلام عن الوظيفة وهي العبودية للعز وجل والغاية وهي الوصول إلى تقوى الله عز وجل أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا أقول قبلي هذا والسلام الله لي ولكم وصلى الله وسلم ومبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما